وينضم إلينا من حما مراسلنا هناك بلال الغاوي أهلا بك بلال مساء الخير لكم مساء النور بطبيعة الحال بلال ما هي آخر التطورات الميدانية لديك في الريف الحموي نعم استمرار قصف قوات النظام على أرياف ريف حما وريف إدلب قصفت قوات النظام يوم أمس على راضي الزراعية المحيطة لبلدة الهبيط بريف إدلب الجنوب أيضا كان هناك قصف صاروخي على الأطراف الغربية لبلدة الشيخ مصطفى بريف إدلب الجنوب بالتزامن مع غارات جوية استهدفت أطراف بلد الترملة وإرنبة ووقوع جرح في صفوف المدنيين من ريف حما الشمال لا يزال القصف أيضا مستمر على بلدة اللطامنة وكفرزيتة وحصراية والزكاة وقرية الصياد والاطمين أيضا من قبل قوات النظام المتمرزة في حواجز ريف حما في مدينة حلفاية في حواجز المصاصنة حواجز الزلاقيات أيضا حواجز الزلين حقيقة جميع هذه الحواجز تقوم باستهداف ريف حما الشمال وريف إدلب الجنوب على الرغم من إنشاء نقطة المراقبة من قبل الجيش التركي التي تم تثبيتها في الأيام السابقة في مدينة موريك إذن استمرار الغارات الجوية استمرار القصف المدفع والصاروخي مع وقوع شهداء وجرح في صفوف المدنيين في الأيام الماضية كان هناك استشهاد سيدة وجرح آخر إذن نجد الوضع في ريف حما لا يزال على ما هو عليه استمرار قوات النظام بالقصف العنيف إليكم آخر التطورات اليوم ريف إدلب الجنوب عفوا نريف حما الجنوب هناك غارات جوية مكثفة وقصف مدفع وصاروخي عنيف بشتى أنواع الأسلحة من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية له استهدفت المناطق المحررة في ريف حمص الشمالي أيضا حيث تعرضت قرى عز الدين لحميرات القنيطرة والبلاطية ولغارات جوية من قبل الطيران الحربي الذي شن أكثر من أربعين غارة جوية بالصواريخ الفراغية والموجهة استهدفت المنازل السكنية وتجمعات المدنين والطرقات الرئيسية مما أدى إلى دمار كبير في منازل المدنين طبعا جاء هذا القصف من قبل الطيران الحربي الروسي والطائرات الحربية السورية التي أقلعت من مطار حماء العسكر ومطار الشعيرات ومطار التفور التي تناوبت يوم حقيقة منذ ساعات الصباح بالقصف على جميع القرى واستهداف بالصواريخ الفراغية الموجهة كما استهدفت قوات النظام بالمدفعية ورشاشات الثقيلة وراجمات الصواريخ قرى عز الدين المجدل النقنيطرات الفرحانية غنطو العسيلة ديرفول سهل أسود مما أدى إلى مقتل مدني وسقوط جرح في صفوف المدنيين بعضهم في حالة خطرة حقيقة القصف أدى إلى سقوط جرحة ودمار كبير في منازل المدنيين والممتلكات العامة وكانت مصدر القصف قوات النظام والميليشيات الموالية المتمرزة في جبل تقسيس وفي القرى الموالية مثل الدانسانية والمشرفية وكتيبة الهندسة في قرية المشرفية من جانب آخر كان هناك اشتباكات متواصلة وحمل التصعيد من قبل قوات النظام على جبت الحميرات استطاعت الفصائل العسكرية اليوم من صد محاولة تقدم قوات النظام حقيقة كانت محاولة فاشلة على جبت العامرية حيث حاولت قوات النظام بالتقدم على نقاط الفصائل المرابطة هناك استطاعت الفصائل من تكبيد قوات النظام خسائر مادية وبشرية إلا أن قامت الفصائل العسكرية من استهداف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة ورشاشات والقناصات الحرارية حاجز القنيطرة الذي يقع بالقرب من طريق حمص السلامية وقامت الفصائل أيضا من استهداف معاقل قوات النظام بالمدفعية الثقيلة حي الزهراء الموالي لقوات النظام بما أدى إلى تحقيق إصابات في صفوف الميليشيات وقوات النظام هناك لا يزال الاشتباكات متواصلة حتى هذه اللحظة مع استمرار نعم مستمر على جبهة الإحميرات والسليم هناك محاولة تقدم على تلك الجبهة إلا أن الفصائل العسكرية تحاول صد تقدم قوات النظام أكد لنا أحد الناشطين هناك في المنطقة عن تدمير أربع دبابات لقوات النظام حاولت التقدم على جبهة الإحميرات والسليم نعم إذن حقيقة مناطق عدة طالها القصف والعملية العسكرية مستمرة وتتوسع رقعتها شكرا جزيلا لك بلال الغاوي كنت معنا من حمى